وممكن لو معك فلاشة هتدخل على اي موقع من الموقع اللي بتحمل القنوات رسيفر وتنقل عليها البرنامج وتركب الفلاشة في الرسيفر زي ما انت شايف كده ومن خلال قيمة الريموت هتختار المينو زي ما انت شايف كده بالزبط وهو وهتدخل على كلمة او على التحديث وهتختار التحديث من خلال الـ USB هتنزل على التحديث من خلال الـ USB وهتضغط ضغطة هيبدأ وهتختار منه البرنامج المناسب اللي انت منزله على الفلاش هو ينفتع الفلاش وهتضغط هيبدأ هو يعمل مسح للبرنامج اللي موجود وهنزل لك كل القنوات الجديدة من غير ما تتعب نفسك ولا تدخل ترددات ولا تعمل ممكن تلاقي البرامج على مصروسات ممكن تبحث على النت تختار مثلا برنامج رسيفر وتكتب نوع رسيفر بتاعك نوعه كذا احدث حاجة او الفين اربعة وعشرين مثلا وتنقل البرنامج على الفلاشة بس لاحظ انك لازم تختار برنامج مناسب لنوع رسيفر بتاعك انت بتاعك انت عشان ما يعملش مشاكل بنفس الموديل وانت هدخل اسم الفرز والموديل بتاعه كمان خلي بالك من النقطة دي عشان تنزل القايمة جديدة زي ما انت شايف كده بالظبط ودي القنوات اللي هتنقل اللي هتنقل